عن المقبرة الجماعية الجديدة التي اكتشفت في محافظة نينوى ينضم إلينا في الستوديو الإعلامي وصحفي العراقي زيادة سنجري أستاذ زياد مرحبا بكم السلطات أعلنت أن المقبرة تعود لعناصر تنظيم داعش ولكن السؤال المطروح هنا كيف تسنى للحكومة أن تعرف أن الضحايا هم من عائلات التنظيمات الإرهابية كيف عرفت ذلك تحياتي لكم أستاذ محمد ولكل المشاهدين الكرام وشكرا لقناة الرافدين التي دائما تستقص الحقيقة وتحفظ حقوق الضحايا في كل العراق حقيقة ما جرى في مدينة الموصل جريمة كبرى جريمة إبادة وهنا الحديث ليست عن مقبرة أو مقبرتين الحديث هنا حسب ما أفاد به مصدر طبي ومدير صحة نينوى وبالتحديد لدينا 96 مقبرة جماعية في محافظة نينوى هناك مقابر فيها عداد يبلغ الأرقام فيها بالألاف مثل مقبرة العذبة أو الخسفة ما يسميها أهالي مدينة الموصل وتلعنتر كذلك لذلك أعتقد بأن هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق خاصة إذا ما علمنا أن هناك أطفال ونساء حقيقة أنا اتصلت بنفسي أيضا في الطب العدي وتأكدت بمصادر أخرى اكتشفنا أن هذا الكلام غير دقيق تماما لسبب بسيط أن العينات التي تم أخذها لا يمكن مطابقتها مع عينات سابقة لكي يعلموا إذا كانوا هؤلاء من عوائل التنظيم الإرهابي أو لا هذه النقطة الرئيسية سيد زياد إذا كانت ضحايا بالفعل لنسلم أنهم من عائلات تنظيم داعش هل يقتلوا لمجرد أن أحد ذويهم من تنظيم داعش؟ يعني هذا الأمر الكيب المكيالين مثل ما يقال لا يوجد في كل المواثيق والشرائع السماوية وكل الاتفاقيات وكل القوانين في كل العالم من يجيز قتل النساء والأطفال هذا أمر مرفوض أما مسألة أنهم ذوي دواعش أو آخر أعتقد هناك قانون وتحقيقات هي من تثبت ذلك ما حدث هو جريمة مركبة البداية الأمر هو قتل الأطفال والنساء والجريمة الثانية المركبة هو جعل كل هؤلاء في خانة الإرهاب هذا أمر مرفوض تماما وغير صحيح وغير دقيق لربما هناك بعض المسلحين الداعش لربما ممكن لكن هذا لا يعني أن 143 شخص الذين تم العثور على مرفاتهم كلهم دواعش خاصة إذا ما علمنا أن هناك نساء وأطفال وقسم من هؤلاء الأطفال حسب ما أفاد به مصدر طبي لي شخصيا في اتصال هاتفي أكد بأن بعضهم رضع يعني أشهر عمرهم أشهر أو أقل من سنة طيب فهل يمكن لشخص أستاذ زياد إذا ما حدث التحقيق هل يمكن أن نثق بالتحقيقات الحكومية بهذه اللجان؟ الحقيقة لا يوجد إرادة لتحقيق استقصائي حقيقي يعتمد على معايير علمية ومهنية ممكن هذه التحقيقات أن تفضي إلى الحقيقة لماذا؟ الحكومات المتعاقبة من 2017 ولحد الآن غير جادة غير جادة في الكشف عن هذه المقابر الكل يعلم مقبرة الخسفة لماذا لا يذهبون؟ في يوم واحد أعدى متنظيم داعش الإرهابي 2070 شخص وعلق أسمائهم على الطب العدي لماذا لم تفتح الحكومة لحد الآن تحقيق لسببه بواحد؟ وأعتقد أن هناك تورط حكومي وتورط التحالف الدولي بقصف وارتكاب مجازر كبرى في مدينة الموصل وموصل الجديدة بالتحديد أيضا حيث قتل المئات من الأشخاص والأطفال والنساء نتيجة تلك الضربات وهذا لا يريده المجتمع الدولي ولا تريده الحكومات الحالية لأن هناك فصائل وجهات رسمية أكيس سوف تدام بقتل الأبرياء أستاذ زياد هل تنطلي على العالم الترويجات الحكومية بأنه كل مقبرة جماعية هي سببها النظام السابق أم من التنظيمات الإرهابية هل عادت هذه الحجش تنطلي على المجتمع الدولي وعلى المجتمع العراقي بشكل خاص؟ الحقيقة المجتمع العراقي أكثر وعيا من المجتمع الدولي الذي يستقي معلوماته من جهات يعني اليوم أنا شاهدت للحرة وشاهدت لقناة دوج فيلا تقارير تؤيد الرواية الحكومية وهذا الحقيقة أمر مؤسف ومخجل وأمر خطير جدا وهو عملية مشاركة في الإبادة عندما يتبنون وجهة نظر الحكومة هناك أبرياء في الموصل سقطوا نتيجة الإجرام داعش وهناك نتيجة إجرام الحكومة ويجب التفرق ما بين الضحايا وما بين المجرمين وهناك سياسة خلط الأوراق ويجب أن يحدث هناك تحقيق استقصائي في هذا المجال أستاذ زياد لماذا لا تتدخل المنظمات الحقوقية الدولية في مسألة الاستقصاء لماذا هي بعيدة عن ذلك تماما هي ليست بعيدة ليكون أكثر وضوحا هي كان لها دور في الضحايا في أهلنا في الجنوب باعتبار هناك مجازر ارتكبها النظام السابق وهناك أيضا تحقيقات في اليزيدية وفي سنجار وتم بالفعل قامت هذه المنظمات بتمويل أربع عمليات تنقيب ولكن في مدينة الموصل لم تقدم أي مساعدة لحد الآن وهناك تقاعس من قبل الأمم المتحدة والملقمات المحنية مما تخشى أستاذ زياد مما تخشى؟ أكيد اكتشاف الحقيقة في مدينة الموصل هناك هولوكوست حقيقي حدث في مدينة الموصل واقع الشواخص موجودة وأعتقد بأن إذا كان في جنوب العراق حسينا فأن ألف حسينا في مدينة الموصل قتلت النساء وقتل الأطفال وأحرقوا وهم أحياء وهناك من مات جوعا وتدور جوعا في مدينة الموصل هذه قصص وهذه أحداث يجب أن يتم فتح تحقيق بها وإن تأخر ولكن بكل تأكيد حقوق أهل الموصل ونينوى كل العراقيين لن تسقط بالتقادم ويجب محاسبة المقصرين مهما كانوا ومهما ارتكبوا من جرائم سيأتي اليوم الذي سيحاسبهم فيه لذلك الحكومة تخشى هذا الأمر والحكومات وكل من يعمل بالعملية السياسية حتى من نواب الممثلين للمحافظتنا في مدينة الموصل ما هو دورهم في ذلك؟ الحقيقة هم جزء من الحملية السياسية وبطريقة وبأخرى هناك مقابر في منطقة محطة الكهرباء في عامرة الفلوجة لم يدخلها تنظيم داعش واختشف هناك جثث ومقابر من قام بتمس معالم تلك المقبرة الحلبوسي المحسب على الأنبار 143 جثة باعتقادكم من وجهة نظركم من الجاني الحقيقي في ذلك؟ الحقيقي هو بكل تأكيد تنظيم داعش يلعب دور ولكن الأكبر من قتل هؤلاء النساء والأطفال هو القصف العشوائي وصواريخ نمر النمر وطيران التحالف الأمريكي وتنظيمات داعش الكل مشترك في قتل أبناء مدينة الموصل ومحافظتنا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري شكرا جزيلا لحضوركم هنا في الاستوديو شكرا جزيلا